كما أكد رئيس السيسي سعي مصر لسلام باعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتأمين حصوله على حقوقه المشروعة ودع الرئيس السيسي إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني كما دع المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فإنني أدعو كافة الأطراف إلى أعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمصار التفاودي تجنباً لحرائق تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط وأكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفسنا وضمائرنا وضمائرنا آملينا من تعل أصوات السلام لتكف صرقات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأت ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورا والعمل على منع تظاهر الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير وأكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون